قاسيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك بافع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شأت نزل عليهم من السماء آية فظلت أعلاقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرغمان محدث إلا قالوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبذنا فيها من كل زود كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهم العزيز الرحيم وإن نادى ربك موسى أن اهدي القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال ربي إني أخاف أن يكثبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى أغون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيها فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففضرت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب أبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تحملون قال لإن اتخذت إلى أن غير لا جعلنك بالمسجونين قال أولو جهتك بشيء مبين قال فاتب إن كنت من الصالحين فألقى عصاه فإذا هي ثعبا مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملاء حوله إن هذا لساكر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فباذا تأمرون قالوا أرض وأخاه وبعث في المدائل حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميطات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقرابين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا عبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون وقالوا بعزة فرعون إنا لنهل الغالبون فألقى موسى عصار فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة سهددين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وآرون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلبنكم أجمعين قالوا لا ضير لا ضير إنا إلى ربنا لهم غلكون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا إنا نطمع أن كنا أولى المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المداء الحاشرين إن هؤلاء لشرذمة طللون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثنا بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما ترى أن جمعان قال أصحاب موسى قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي ساهدي فأوحينا إلى موسى أن اطلب بعصاك البحر فانفلغ فكان كل فرق كالطول العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتلو عليهم نباء الرحيم إذ قال لأبيه وطومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناء فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وأباءكم الأقدمون فإنهم عدو لإلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا ملقت فهو يشفين والذي يبيتني ثم يحين والذي أطبع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدقها في الآخرين واجعلني من واثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون